موسيقى سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يساعدني ويشرفني اليوم أن ألتقي بطالبة جميلة جدا من المغرب تدرس في إحدى الجامعات الكورية ونظرا لأن العديد من الطلاب من دول العربية خاصة من المغرب يرغبون في القدوم للدراسة في الجامعات الكورية فإنني آمل أن تكون هذه المقابلة مفيدة لهم والآن دعونا نرحب بالأنسة حنان شياط يا حنان سعيدة بلقائك وأهلا وسهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أنا سعيدة وأتشرف اليوم بحضوري معكم اليوم وأتمنى أن نمضي وقتا ممتعنا اليوم إن شاء الله والله رمضان مبارك أولا ونحن الآن في شهر رمضان فماذا يعني لك رمضان في كوريا وما هي صعوبات السيام هنا؟ رمضان ريا رمضان رمضان هو كضيف يحل في كل الأوقات ويأتي بفرحة على كل الناس أينما حلوا وارتحلوا فبالنسبة إلي رمضان صعب نوعا ما في كوريا لأننا لا يعني كمختربون وكأجانب نعيش في كوريا لا نجد هذه الروحانيات الرمضانية بسهولة فيعني أنا طالبة وأذهب إلى المدرسة أنا صائمة والكل تقريبا يأكل أمامي فيعني هذه هي نوع الأشياء التي أجدها صعبة وأحاول دائما أن أخلق أجواء رمضان بنفسي إذا لم أستطع أن أكون هكذا فربما سوف أعيش حزينة إذن تساعد كيف هو رد فيه الأصدقائك أو أسديداتك الكوريين الذين لا يعرفون الكثير عن رمضان إذا أخبرتهم بأنك صائمة خلال شهر رمضان وهم يأكلون أردتها الفعل تكون مضحكة ومرات يسألوني هل تصومين كل الشهر؟ عرفت أنه يجب عليك أن تصومي رمضان هل هو طوال الشهر؟ هل يمكنك أن تشربي؟ هل يمكنك أن تأكلي؟ فأبدأ بشرح ذلك هو فقط من شروق الشمس إلى غروبها ونستطيع وأقول لهم كيف يساعدني ذلك لأتقرب مثلا من الله أو أحس بالناس الضعفاء وما إلى ذلك فيتفهمون وهناك حتى من أصدقاء الكوريين من يحاولون أن يجربوا الصيام مع المسلمين في الجامعة نا هو من الرجيم بالنسبة لكم نا هو نا هو من الرجيم إذا أرفت أن تخصصك الحالي هو الاقتصاد الدولي والقانون ولكنك كنت قد تخصصت في الألوم في المدرسة الثانوية في المغرب وكان تخصصك هو الحندسة في الجامعة هناك في المغرب إذن لماذا وكيف غيرت تخصصك من الهندسة إلى المجال البعيد جدا عن الهندسة يعني الاقتصاد الدولي والقانون صراحة في البداية عندما تخرجت من الثانوي كنت أريد أن أدرس شيء متعلق بالاقتصاد ولكن بما أنني أتيحت لي الفرصة لأدابة لأدرس الهندسة وهي شيء ليس من السهل أن تحصل عليه فدرست الهندسة في السنة الأولى والثانية بعد ذلك وجدت أنني قمت بالاختيار الغير الصحيح فقلت كنت حينها كذلك أفكر في الذهاب للسفر والدراسة في آسيا وكنت مهتمة بكوريا واليابان وكان فقررت أنني إذا حصلت منها سوف أذهب وإن لم أفعل فسوف أدرس إلى أن أتخرج وبعدها أدرس في الماجستير ربما الاقتصاد والقانون فسمعت بجامعة هانغوك للدراسة الأجنبية وكانت هي الجامعة الصراحة الوحيدة التي قدمت لها وقبلت والحمد لله وهكذا أتيت إذن كما ذكرت لديك خلفية أكاديمية متناوية من الحندسة إلى الاقتصاد والقانون لذلك قد يكون منظورك مختلفة تماما عن شخص تخصص في مجال واحد فقط فما هي الأشياء الإيجابية التي لحظتها عندما غيرتها تخصص الكيمياء والفيسياء والرياضيات قلت لها السلام عليكم لم أعد أدرسها بشكل معمق ورأيت أنني أدرس أشياء لها علاقة مباشرة بما يحدث في العالم وهذا كان ممتع بالنسبة إليه فمثلا القانون الدولي حاليا عندما تحدث حروب أعرف ما الذي يجري في العالم وكيف يجب معاقبته هذا الفعل أو لا وكيف قانونيا كيف تسير الأمور كذلك في مجالات أخرى في الاقتصاد كيف تجري التجارة الدولية اقتصاديا وقانونيا إذن ما هي الأفكار أو الرؤية الخاصة التي اكتسبتها في أثناء عمليات تغيير تخصصك أجد أن القانون هو شيء ممتع فتعلم ليس صعبا هو صعب يحتاج الكثير من الجهد والحفظ والتركيز ولكنه ممتع في الأخير فمثلا سوف أعطي مثال حياتنا كلها عبارة عن عقود عندما تحملين آب في هاتفك فأنت تقومين بعقد غير مباشر أو إيجار أو العمل ففي حياتي اليومية سوف أواجه أشياء مماثلة وسوف أكون قادرة على فهم ما الذي يحدث أمامي في هذه الورقة فعندما تعلمت هذه الأشياء أحس أنني لن يضحك عليه أحد فأنا تعلمت القانون يعني كل شيء يسير بشيء ممنهج ومفهوم بالنسبة إليك إذن يعني ما هو أكثر شيء يؤجبك في العيش في كوريا أحب في كوريا أنها آمنة بالنسبة لكأمرأة أو كبنت أعيش هنا فلا أجد صعوبات أن أخرج بالليل في مثلا وقت الامتحانات فأنا أجلس لساعات طويلة مثلا حتى الخامس صباحا في المكتبة وأستطيع أن أعود إلى البيت متى أشاء فالأمان ثم الرعاية الصحية أجدها متطورة في كوريا ويعني الأشياء الإدارية تذهب وكل شيء بلي بلي بسرعة بسرعة إذن ما هو أصعب شيء لتعقلهم مع العيش في كوريا حتى الآن ربما في البداية كانت اللغة إذا لم تكن تتكلم اللغة الكورية فمن الصعب جدا أن تندمج مع الكوريين وثاني شيء والذي أفتقده كثيرا في المغرب هو هذا الدفء الذي يوجد في الناس من القليل جدا عندما أرى الناس يبتسمون لي في الشارع حتى في بعض الأيام عندما تبتسم لي امرأة أو طفل أو أي شخ فأنا أشعر بالفرح وهذا كان شيء يعني عادي بالنسبة إلي في بلدي في المغرب يعني إذن ما هي طريقتك الفريدة لتغلب على الصعوبات في حياتك الجامعية وحياتك اليومية في كوريا في الحياة الجامعية هناك تنافس بين الطلبة خصوصا وأن الطلبة الأجانب يكونوا قليلون في تخصصي المعظم الكوريون فيجب عليك أن تدرس وتعرف أنه يعني الكل يدرس فيجب علي أن أدرس كذلك بالنسبة للحياة العادية أنا يعني أؤمن بأنه في كل بلد أينما ذهبت ورتحلت فسوف تجد أشياء جيدة وأشياء غير جيدة فتذهب بفكرة أنك يجب عليك أن تتأقلم وتكون جاهز لأي شيء صعب سوف تواجهه في الحياة وهكذا سوف يكون من السهل عليك أن تتقبل الصدمات إذا وجدت إذن بناء على تجربتك في العيش في كوريا والمغرب يعني ما هي في رأيك أكبر الإختلافات الثقافية والاجتماعية بين المجتمعين؟ أعتقد أن الكوريون يهتمون بشكل كبير بالعمل يعني يشتغلون لساعات طويرة جدا ويعطون هذا اهتماما يعني كبيرا جدا أو كذلك هو الأمر بالنسبة للتعليم في المغرب أحس أن هناك نوع من التوازن بين الحياة في العمل والحياة العائلية في كوريا لا أجد هناك توازن ثم يعني السرعة التي يعيش بها كلا البلدين في كوريا الكل يعيش بسرعة أنا لا أحس فعلا بالوقت في كوريا مرة تقريبا 15 يوما في رمضان وأنا كيف مر الوقت بهذه السرعة في كوريا في المغرب أنا أحس نوعا ما بالوقت لأنني أمضيه مع العائلة يعني لا زالت هذه الأجواء الريتم بطيئة شوية الريتم بطيئة نعم إذن يعني على مستوى المجتمع كذا إذن مقارنة يعني بين الدراسة والحياة الجامعية في الجامعات المغربية والكورية إذن ما هي أكبر الاختلافات أو صعوبات الثقافية التي قد يواجهها الطلاب العرب خاصة الطلاب المغربة في كوريا الأختلافات هي أنه هي اختلافات بالنسبة إلي جميلة نوعا ما في كوريا يمكنك أن تختار الكلاسات التي تريد أن تدرسها في المغرب أنا درست في الجامعة قبل ذلك فلدينا نوع محدد من الكلاسز التي يجب أن ندرسها في كل سماستر إجباري يعني نعم حتى في كوريا هناك يعني بعضها إجباري والبعض الآخر يمكنك أن تختار فيعني إذا كنت مثلا أريد أن أتعلم اللغة الإسبانية فيمكنني أن أحضر درس في اللغة الإسبانية أو اليابانية لدي اهتمام بمادة معينة فيمكنني أن أدرسه ثاني شيء هو الاحتفالات الجامعية في كوريا كان شيء يعني ممتع أن أكتشفه في الجامعات الكورية كل سماستر أو يعني كل عام يأتي أشخاص مشهورين يغنون فهذه الفايبز ممتعة من قبرتي في هذه الاحتفالات؟ كان في العام الماضي أعتقد أو الذي قبله لا أتذكر كان ساي ساي؟ نعم كان جاء إلى جميعتك جاء إلى جامعة هنغوب لدرسة الأجنبية لكن ليس في سول كمبس كان في يونغي في الكمبس الأخر وكان جانبي جانبي جاء إلى جامعة هنغوب لدرسة الأجنبية فهذه الأشياء ممتعة بالنسبة إلي كذلك الفاسيليتيز المكتبة مفتوحة طوال اليوم 24 ساعة يمكنك أن تذهب متى شئت قاعة الاجتماعات متوفرة يعني أشياء من السهل وجودها في الجامعة وتسهل الدراسة في الجامعة الكورية أما بالنسبة للصعوبات التي يواجهها أو يواجهها كطالب عربية ومغربية في الجامعة الكورية هي أنه هناك كلاسات حتى أنا أدرس كل شيء باللغة الإنجليزية فوجود الطلبة الكوريين بشكل كبير قد مثلا البروفيسور يقوم بالقاء المحاضرة باللغة الكورية أو شيء كهذا فنضطر إلى أن نذهب وندرس كل شيء من جديد بالنسبة للذين لا يفهم الكورية بشكل جيد نضطر إلى دراسة ذلك بشكل لوحدنا نعم إذن من المؤكد أن تقليفة المعيشة في كوريا والمغرب مختلفة تماما كيف تتغلبين على الفجوة؟ أشتق إلى المغرب كوريا فيها المعيشة غالية فأنا عندما أتيت أتيت بتفكير أنني لا أريد أن يكون لدي بردن أو يعني عائق أنني من أين سوف آتي بالمال كي أدفع الإيجار إلى مدارك فقد قدمت للمنح من البداية حتى أسهل عيشي هنا فلدي منحتين لدي المنحة الأولى هي من الجامعة فأنا لا أدفع تكاليف الجامعة اسمها IDS من جامعة تنقوب لدراسات الأجنبية ولدي منحة أخرى اسمها من Samsung Global Host Scholarship وهي التي تقدم أموال بالنسبة لعدد معين من الطلبة من دول معينة إذا حلفك الحظ إذا كيف استطعتي أن تحسلي على هذا النوع الجميل من المنحة ومنحتين كما بالنسبة للمنحة الأولى ماذا فعلت؟ I worked hard المنحة الأولى هي International Diplomatic Scholarship وهي منها تقدم من يعني عرفتها من خلال الصديقة لي كانت تدرس هناك فيجب التقديم عليها من أول سماستر هي فقط للـ فهذه المنحة تتكلف بالتكاليف الظهب الاسم tuition fee تكاليف الدراسية نعم نعم ثم Samsung Global Hope Scholarship هي منحة يعني تكون لديها شراكة مع الجامعة مع جامعات معينة في في سول وبوسان وداجو فإذا كنت تنتمي إلى هذه الجامعة وتدرس في هذه الجامعة يعني وتحتاج منها فكل سماستر يتم التقديم لهذه المنحة وهكذا يعني صارت الأمور بالنسبة إلي ما نظارك يعني كنت بارزة في المغرب يعني في الجامعة المغرب يعني ليس لديها علاقة صراحة بالمغرب لأن حتى تتقدمي بطلب يعني آه نعم 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 هذا صحيح يجب عليك أن تكون يعني تدرس جيدا في يعني الثانوي أو في أي شيء كنت تدرسه من قبل ثم أن تكون أكتف في كلبز ولا في بروجيكت ولا في أشياء حتى هذا ما يجعل الاختلاف صراحة بينك وبين أناس آخرين لأن الكل يدرس ولكن ما الذي يميزك عنه كذلك اللغة الكورية والنجليزية نعم إذن أشعر بالفدول يعني إذا كنت قد سفرت إلى العديد من الأماكن في كوريا حتى الآن يعني أين ذهبت وما هي الأماكن التي عجبتك بشكل خاص أو الأماكن التي توصي بها لأصدقائك وما هي تجاربك الخاصة في هذا السياق في كوريا سافرت إلى جيجو بوسان جونجو جونجو إلى الأريا جونجدو جولادو يا سلام أكثر مني فأعتقد أنني أحببت جيجو وأعتقد أن كل يحب جيجو أنا شخص يميل إلى الطبيعة وإلى الهدوء فعندما أروح إلى جيجو أحس كأنني أهرب من هذا الطجيج المدينة صح صح إذن أنا أعرف أنت أيضا يوتيوبر أليس كذلك نعم لماذا اسم قناتك هو هاناتو نعم اسمك هنان لكن يعني لا أصدقاء يعني أخرج يعني هاناتو من أين يعني من المضحك أنا أشرح كيف كيف اخترت اسم القناة فكنت أبحث عن يعني اسم مميز ولم أجد شيء يعني ممتع فكنت أريد أن أسميها حنان تو مثلا حنان أيضا حنان أيضا فجاءت ثقيلة أن أسميها حنان تو فسميتها حناتو حناتو إذن اسم الشركة حناتور رأيت ذلك هي شركة سياحية ربما مشهورة إذن يعني أيضا ما هو الهدف من فتح قناة قناتك وما هو أكثر محتوى تريدين تقدمها بداية عندما فتحت القناة كانت بهدف أن أشارك كيف أعيش مع عائلتي في المغرب حتى يعني يكونوا قريبين مني ويفهموا الحياة الكورية وثقافة الكورية وبعدها رأيت أن الكثير من المشاهدين مهتمون بالدراسة والحياة الجامعية وكيف أمضي أيامي في الجامعة فقدمت هذا المحتوى كذلك وقدم أيضا محتويات عن السفر لوحدي فبالنسبة إلي هذه القناة أو اليوتيوب هو بلاتفورم وأنتمي إليها وحس بها الراحة عندما أقوم بإدتين أو شورين الفيديو فأي دوكمنت يعني أوثق حياتي هنا ربما بعد أن أذهب من كوريا سوف أشتق إلى هذه الأيام وأرجع إلى فيديوياتي وشاهد صح والله يعني لقد شاهدت بعض مقاطعك على اليوتيوب وكان الأمر مفاجئا وفي نفس الوقت شفائيا يعني healing يعني لأنها كانت ذات محتوى حاذئة جدا وجميل بدون يعني كلمات تقريبا شكرا وكانت في الغالي الترجمة أو سوب تايتل وموسيقى وفيديو فقط كيف جاءت هذه الفكرة بعيدا عن دوشة في القنوات الأخرى وأيضا هل أنت بتابعتك هكذا هذه أصلا؟ صراحة أنا في البداية كنت أخجل من أن أصور نفسي وأتكلم أمام الكاميرا فكنت أحاول يعني درجة درجة أنني أتأقلم مع ذلك وأواجه هذا النوع من الخجل فأبدأ وأفتح الكاميرا في بعض الأحيان أظهر وجهي لا أظهر وجهي وبالنسبة إلي أريد من المشاهدين أن يركزوا على المحتوى أو على ما أقدم بدلا من ما أقول نعم وأحب الفيديوهات الهادئة وأيضا اختيار الموسيقى جميل عندك كذا سنس خاص يعني شكرا شكرا نعم هكذا يعني أقوم بمنتاج للفيديوهات إذن في أثناء إقاماتك هنا في كوريا يعني من الذي تعتمدين عليه أكثر وتتطلعين إليه عندما تواجهين صعوبات يعني أو أنا أيضا أشعر بالفضل إذا كان هناك شخص تعتبرينه منتور أو مرشد دائما أقول أن يعني لأي شخص يذهب أو يعيش في دولة أجنبية سوف يشعروا بالوحدة فدائما أخلق الكميونيتي ديالك وحتى يعني إذا حدث أمر ما سوف تجد أناس يعني يساندونك أو يساعدونك في محنتك في الرداية كان لدي أصدقاء وقد أقول يعني أقرب الأصدقاء إليهم الأصدقاء العرب فكلما وجهت صعوبات أذهب وأشتكي عليهم ونشارك همومنا وفرحنا همومنا نعم هكذا هكذا تصير الأمور إذن أعلم أنك شاركت في العديد من العنشطة خارج حياتك الجامعية يعني من بيني أذكري الأنشطة الرئيسية وأيضا ما هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لك خارج الجامعة كنت في برنامج اسمه سلام سول أمباسدور وهو برنامج سلام سول أمباسدور فهو برنامج يهتم بجذب السياح المسلمين في كوريا ويوفر المعلومات المهمة بالنسبة لتسهيل السياحة في كوريا مثلا أين يمكنك أن تأكل الأكل الحلال غير إيتيوان ودنديمون أين يمكنك أن أماكن الصلاة مناطق جميلة يجب اكتشافها في سول فكانت تركيز على مدينة سول وتسهيل السفر بالنسبة لمن هم قادمون من مسلمين أو عرب أو ما إلى ذلك إلى سول وبرنامج آخر كان هو هو كذلك نوعا ما مشابه للأول ولكنه يجلب الناس لاكتشاف منطقة جونغي في كوريا فنذهب في رحلات ونكتشف هذه المناطق ومناطق غير معروفة بالنسبة حتى للكوريين ربما وبعدها نقوم بفيديوهات كرييت كونتنت في السوشيال ميديا يوتوب والإنستغرام وهكذا يعرف الكثير من الناس بهذه المناطق حتى يستطيعوا أن يسافروا إليها إذن بالنسبة للأصدقاء العرب الذين يرغبون في القدوم إلى كوريا سواء للدراسة أو غيرها هل سيكون من الأسحل التكيف مع الحياة في كوريا إذا قاموا ببعض الاستعدادات قبل قدوم إلى كوريا ما هي النصيحة المفيدة التي تقدمناها لهم؟ يختلف الأمر إذا أتيتك سائح أو إذا أتيت لتدرس فإذا أتيتك سائح يجب فقط عليك الأشياء سهلة أتعلم كلمات وأن تعرف المناطق التي يجب أن تزورها وأن تفكر أنه لا يجب فقط أن تزور سول لأن الأغلب يأتي إلى سول فقط هناك مناطق جميلة يجب اكتشافها في كوريا يذهب إلى جاجو، يذهب إلى بوسان، يذهب إلى جونجو تزور أماكن غير سول وبالنسبة لمن يريد أن يدرس فأجب عليك أن تأتي وأن تتعلم اللغة الكورية لا تأتي إلى البلد بفكرة أنه كل شيء سوف يكون سهل لأن الكثير من الطلاب يصطدمون بالواقع ويأتون بالأيديا أن ما يوجد فيها الدراما وما يوجد فيها الكيبوب هو فعلا يوجد فيها الحياة اليومية ولكن الحياة الواقعية شيء مختلف فتعلموا اللغة الكورية حتى تندمجوا نوعا ما في المجتمع ودرسوا بجد واجتهاد ودائما إذا أتيحت لكم فرص لتتعلموا شيئا جديد إذا بتعلموا بدون تفكير وشاركوا أنفسكم في أنشطة أخرى غير فقط الدراسة إذا كيف أثرت تجرباتك في كوريا على أهدافك أو أحلامك المستقبلية؟ هي نوعا ما تقودني إلى هذه الأهداف في البداية كما قلت كنت أدرس الهندسة كانت نوعا ما بعيدة عن ما أريد أن أرى نفسي فيه في السنوات القادمة فصراحة بعد درست الاقتصاد والقانون الدولي أحس نفسي أنني قريبة للأهداف التي كنت أحلم بها منذ وقت طويل فأريد أن أدرس التجارة الدولية وأن أشتغل في هذا الميدان فأنا أعتقد أنني في المكان المناسب إذن هل يمكنك أن تخبرنا عن خطتك أو أهدافك المستقبلية؟ قبل التخرج أريد أن أحصل على تدريب في شركة لديها فروع في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا في نفس المجال وبعد التخرج أريد أن أشتغل في شركة كورية كذلك لديها فروع هناك أو في شركة هناك أريد أن أعرف أن أدرس الميدان ميدان الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا مع دمج تجربتي في كوريا وأيضا في فلوس نريد الفلوس أكيد والله في نهاية هذه المقابلة الممتعة والجميلة نشكر الطالبة المغربية حنان شياط التي تدرس حاليا في جميع تحنق لدراسات الأجنبية ونتمنى لها إقامة طيبة في كوريا والمزيد من التعلق وتوفيق والنجاح شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا